سلام البنات انتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصفة جديدة ان شاء الله سوف نوجدها مشموعين وهي الدجاج بالخضراء في الفران كي يأتي البنات روعة كي يأتي بنين وبنين الواحد درجة ما تصوش سوف نتصور سوف نتصور مع الطريقة والمقادير في نفس الوقت كنحتاجوها البنات الدجاج كلها واحده جهده انا هنا تنس دجاجة كي يدير دجاجة كي يدير على حسب وعدنا الربع وعدنا التومة وعدنا العطرية اللي كنحتاجو لتشرمولها فيها سكين جبير وفيها تحميرة خرقوم زعفران تومة بودر نخلطو العطرية مع الربع ونزيدو لها زيت العودة البنات وغادي نزيدو شوية تاعة الحامض ونسكس نتاع الماء نخلطو المقادير كاملة بحيث نحصلو على تشرمولا وتوحد فينا ما خافية كل شي كيعرفها موية منشرملو دا كل الحم ديالنا مزيان مزيان إلا عندكم الوقتة البنات ممكن أنكم تخلوا هاديك اللحيمة ديالنا تشرب هاديك العطرية إلا ما عندكمش الوقت حتى هي غت جيب نينا كيشد الوقت في الفران وكيتبنن بهاديك العطرية ولكن كان أفضل إلا عندكم الوقت تخليوا اترقة شي شوية فيها كنعطروا هادك هادك الفرش ديالنا هادك التجاج ديالنا وكنحتاجوا الخضراء عندنا البنات البطاطا عندنا الفلفلة وخزو والبصلة كنشدوا الصينية اللي غادي تدخوا الفران كنديروا فيها البطاطا كنفرشوا البطاطا والبصلة كنديروا الطبقة اللولة ديال الخضراء فاش كنفرشوا من بعد كنجيبو داك اللحم ديالنا اللي حنايا شرملنا كنعتادر اللي بنات كنقول لحم هو راها اللحم كنجيبو داك التجاج ديالنا اللي شرملناه وكنحطوه في اللاطا من بعد كنحاولو نوزع الخضر بشكل متساوي وكان أفضل الخضراء اللي كتهز الطياب تكون اللي تحت من بعد اللي مكتهش طياب وهكا راكم عارفين كما قلت لكم فرشنا البصلة وفرشنا البطاطا غنزيدو خيزو الفلفلاء زيدو البنات الخضراء اللي بغيتوها انتوما الخضراء اللي كاتعجبكم واللي غادوز لكم ديروها هنيا هنيا يادرنا غير غير بعطاء الخضراء وات ممكن انكم تزيدو المهم كنستمرو بها الطريقة حتى كنكملو الكمية ديالنا كاملة ديال الخضر صدقوني يا البنات الى هاد طبق هادا كيجي قيمة ديال الروعة زوين زوين بزاف من بعد فاش نساليو هادوك الخضراء نديرون في اللاطا هادك هادك لاصوس اللي بقات لينها البنات غنرشو به هادك الخضراء باش تبني لنا تاهية بهادوك التوابل كنرشو كاملها هادك شي اللي بقى لنا ومن بعد كنشدو ورق المطبخ كنغطو الصينية ديالنا ونعاودو لها بالبابي اليمينيوم وكندخلوها الفران ما نقدرش نقول لكم الوقت بتضبطها البنات ولكن انتو ما تعرفوا وقت ما ضربتو دورا طلوا عليه فاش تشوفوا الخضراء باللي طابتو للحم هي غتطلق المدية لحاولوا ما امكان تجي عاقدة شوية متما تخرجوها شوية حيث الخضراء غتطلق الماء الجاج غتطلق لين الماء لموين فاش تشوفوها عقدات وبالصحة والراحة ديك الساعة تقدروا تجبدوها وتاكلوها وتلقو تلحيمة ولا تفتية ممكن البنات تزيدوا الحار وتزيدوا وخحنا يدرنا هنا يا عاصر الحمضة ممكن تزيدوا طريفة الحمضة مصير وبالصحة والراحة ونتمنى الوصفة دياليوم تعجبكم وتنال رضا ديالكم وشكرا بزاف بزاف وشهية طيبة ونتمنى أنكم تجربوها حيث بالصحة تستهلت جريبة شكرا بزاف وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر